المعلومات الموجودة على الواب سايت هل بتنسقه مثلا مع أسرة الفنان أو الشخص اللي انتوا هتحطوا اليفطة على باب بيته يعني من باب مثلا أنه يبقوا متأكدين أن المعلومات دي حصلت فعلا هم مش معترضين على حاجة زي كده ولا لا يعني بتستبعدوا فكرة الجانب الشخصي والأسري لا هو فيه لجلة فنية مكونة من خبراء في كافة المجالات اللي قلت لحضرتك عليها منهم مثلا سيادة الوزير السادق دكتور عماد أبو غازي دكتور طارق والي المعماري السفير يوسر القويدي الأستاذ دامال الشاعر دكتور محمد الكحلاوي الأسري دكتور محمد عفيفي كان معنا كمان دكتور ياسر مونجي كان معنا كمان دلوقتي معنا الأستاذ طارق الشناوي كان معنا الأستاذ علي أبشادي رحمة الله عليه قبل ما يتوفى النقد السنمائي فالحقيقة اللجنة فيها كافة الأبعان الأستاذ أحمد عنطر الشاعر اللجنة فيها ممثلين من كافة الأطراف المتخصين من كافة الأسطراف احنا بنعمل تجميع للداتا اللي موجودة عن الشحصية وطبعا بيبقى فيه صعوبة شوية في الحصول على العنوان فمنحاول نتوصل مع حد قريبه أو ابنه أو كذا بندقى المعلومات وبنعمل جامع المعلومات وبتتعرض على هذه اللجنة الفنية هما حضرتكوا تسألتيني على المعايير اخجار الشخصيات تمام هما اللجنة لما اجتمعت في الأول حطت مجموعة عن المعايير لوضع الشخصيات اللي احنا بنعملها أهم ما في المعايير أن هما يكونوا في الأجيال الصادقة يعني الرواد يعني يكونوا رحلوا؟ هو طبعا لازم يكونوا رحلوا لأن هي اللوحة عليها تاريخ الميلاد وتاريخ الوفاة والعنوان وعليها كود الكيو آر اللي كنت بقول لحضرتك عليه بنعمل عليه سكان فبندخل على صفحة كاملة على موقع إلكتروني لهذا المبدع فيها بقى جزء كبير من سرط الزادية والمشروع اسمه عاشة هنا في الماضي يعني كمان عاشة هنا تمام تمام من الرواد من الرواد الحاجة الثانية أن نتأكد تماما أن هو كان عايش في المكان ده أن هو مش مكتبه مثلا في بعض الناس مثلا لقينا ده مكتبه ومش بيته كذا أو بيت بنته أو كذا لا هو لازم نتأكد ثالث معيار أنه لازم يكون هو نفس البيت يعني ما يفعش يكون ذلة مثلا وتهدت وتبقى نركانها بيت الحالة دي مثلا قبلتنا طبعا لما نبحث عن الرواد بيبقى في صعوبة في وجود منازلهم لأن هما مثلا متوفيين في بداية أثقرنا مثلا 20 متوفيين 1920 وكده فكنا في صعوبة شوية في إيجاد البيوت برضو مثلا ذلة أمو كالسوم هي تهدت فهما كانوا حطين شرط أن هو لازم يكون محطوط على بيته وبالتالي بقى في الحالة دي عملنا مزيد من البحث ومزيد من الاتصالات لغاية معرفنا المكعنوان الشقة اللي كانت عايشة فيها أمو كالسوم قبل ما تكون عايشة في الفيلا اللي هي اتهدت وبالتالي حطينا اللوحة على بيتها في شارع 26 يوليو في الزمالك لأن طبعا هي قامة مهمة جدا أننا لازم نضمها للمشروع ولازم كل الشباب وكل الناس اللي عايشين في المقطعة يبقوا عارفين أن أمو كالسوم كانت عايشة في المكان ده حتى الجيل الجديد الشباب نحن كان برضو الهدف الكبير جدنا أنت وعاوي للشباب مين هو مثلا بيكار مين هي إنجي أفلاطون حطينا برضو مؤخرا الفناني الكبير العالمي أدم حنين رحمة الله عليه حطينا دكتور رحمة زويل رحمة الله عليه في كافة المجالات الفنية والأدبية والعلوم